وقع القائم بعمل محافظ محافظة شبوى وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق مع مدير عام شركة تمنع للمقاولات والخدمات النفطية الدكتور بسام الحمزة وقع على عقد صيانة مدرج مطار عتق الدولي بقيمة 76485 دولارا وأوضح الوكيل لمروق على أهمية هذه الأعمال الهندسية في إعادة تشغيل المطار وإعادة الجاهزية وتأهيل كافة مرافقه الأساسية ومختلف أنواع الخدمات الملاحية والأرضية مشيرا إلى أن قيادة المحافظة قد عملت قبل ستة أشهر على إبرامع عقد باستيراد المواد الكيموية الخاصة بإصلاح التشققات في مدرج المطار بتكلفة تقارب 80 ألف دولار ينبه أكد مدير شركة تمنع استعداد الشركة للشروع في تنفيذ إعادة صيانة المدرج بعد عيد الأضحى المبارك